اخبار اليوم اشتركوا في القناة فالحاجس اصاب قلب مصر كما اصاب قلب روسيا ونحن نعتبر ان المصابهم هو مصابها ونعلم اننا نتضامن معهم بكل كياننا وحضورنا اليوم لنعلق اننا اتينا لنؤكد ان الحياة ستستمر واننا بتكاتفنا واماننا بالله الواحد سنديد باذن الله شعل الحياة التي حاول الموتى ان يردوها اعزائي لقد ساعدت كثيرا بنقال مقامر اخبار اليوم لدعم السياحة تحت عنوان صناعة الامل في بلد السلم خاصة ونحن بامس الحاجة بان نتمسك باليمان والامل في هذه الايام وانني اعتبروه اختيارا مرفقا ان يتم اقرامة مرحمة لدعم السياحة في مدينة السياحة الاولى شارم الشيخ التي حققت ضفرة سياحية غير مسبوقة ليس بين مدن جنوب سيناء فقط بل على مستوى موريس بسر العربية وعلى مستوى العالمي الى ان احتلت مكانة متميزة على قريطة السياحة العالمية وحصلت على عديد من الكوائد المحلية والدولية واصبحت مدينة عاصمة السلام العالمي ديوفينا القراءة تعلمون حضراتكم ان وصول مدينة شارم الشيخ الى العالمية لم يأتي من فراغ انما تحقق تجيجا لتضافر العديد من الجهود للفئات المختلفة وعلى مدى سنوات من العمل التقوم الذي تم انجازه في دوق الهداء محددة كان اموها الحفاظ على الموارد الطبعية المتاحة بل وقعظيمها علم المساعد للبيئة البحرية والنباتية والنباتية خلال عملية التنمية حماية لبيئاتنا الفريدة التي تقتم رأس مال المشروعات السياحية الوصول لمشروعات البنية الاجسية الى المناطق التي لديها امكانيات تسمح بتنمياتها وايضا التي تتمتع بمجراءات سياحية لتنمياتها سياحية مراعات التكامل بين كل من الاستجابات المصرية والاجتماعية والصحفية والهدمية والكذا السياحية وذلك في كافة مراحل التنمية مع الحفظ على استمرار التنسيق مع كافة الوزرات والجهات المعنية التنسيق مع وزرات الاستثمار والبيئة والسياحة والليل عمل التنمية السياحية وكافة الجهات المعنية بالنشاط السياحي فيما أتعلق بكثار السياحي توفير عمصراء الأمن والأمان تعريف المستثمرين بكافة الإمكانية التي تساعد على خلق فرص الاستثمار لكافة المجالات خاصة في المجال السياحي شراك البدو في عملية التنمية خاصة السياحية حيث أصبح العديد منهم أصحار مشروعات سياحية في مختلف مجالات السياحية إحياء التراث السيناوي وذلك بتطوير المجولات البدوية التي جاءت جوهبين عليها السياح والقامة معارض ده جوهبنا الكرام المشاط بالشير هذا المنتجع السياحي الجميل الهادي الذي تعرض عقب الصورة لزروف بالغة الصورة نظرا لتأثر السياحة سلبا نتيجة إحداث انفلات الأمن التي تعرضت لها مصرنا الغالية هذا المنتجع سبق وانتعرض لإزة الأدمات صالحة خاصة بعد الضربات الإيهابية والذي كان لها واقعا مينا اعتصر قلوب الجميع وأيضا كانت هناك أزمة ظهور أسماك الكرش إلا أننا كمصريين استطعنا في كافة الأدمات وخلال القطارات وإيضا تخطي كل أزمة والسعادة أنفسهم ودرك الأدائج السلبي ليس فقط على المشروط السياحي بل على دفع عجلة التنمية الشاملة ترجمة نانسي قنقر